إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام نسوق لكم أفواجا من التحايا تحلق في سماء جمالكم تزور نفوسا نحسبها بالنقاء مزدحمة تقول لهم والقلب من صدق المقال مبجلا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد مباركا نطل على حضراتكم من خلاله لنرد لكم جميع ما يتعلق بالحرمين الشريفين وما يتبوآنه من مكانة في علمنا الإسلامي والعربي وما يلقيانه كذلك من رعاية كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية متمثلة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فأهلا وسهلا بكم الله أكبر أشهد بك ستبقى حضارة الإسلام شاهدة بأن أبناءها كانوا في سماء الفن نجوما تلمع بأيديهم بنوها وبعقولهم أثروها فالمخطوطات الأثرية التي خلفوها لمن بعدهم تعبر بهم على سفن العلم إلى شواطئ المعرفة والثقافة تقود الأجيال بأنماط من العلوم المختلفة ومكتبة المسجد الحرام خير شاهد ومصدق على ذلك فهي مليئة بالكثير من العلوم التي تجسد الحضارة إلى ذلك التقرير نتابع في عهد الصحابة ومن تبعهم كان ما يدون من آيات القرآن أو ما كتب من أحاديث نبوية أو ما يطرح على الألواح من أفكار يتم جمعها وتنظيفها والاهتمام بها وتخصيص مكان محدد لتوضع فيه حفاظا عليها ومنها المخطوطات الأثرية التي تعد من أبرز مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين والتي يوجد منها الكثير في مكتبة الحرم المكي الشريف ذلك البناء الذي شيد في أطهر بقاع الأرض المسجد الحرام لاستكمال التاريخ العميق والذي تمتد جذوره لألف سنة أو يزيد مكتبة شامخة في سماء المكتبات الإسلامية تحمل بين رفوفها وأيقوناتها كتب العلم والفنون الإسلامية التي بذل مؤلفوها الجهود فوق الجهود لإخراجها للناس بما فيها من فوائد ومآثر الأمة الإسلامية فهناك أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة مخطوطة أصلية موجودة في مكتبة الحرم المكي الشريف وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير كامل الخدمات وأحدثها في مكتبة الحرم المكي الشريف فقامت باستحداث المكتبة الإلكترونية التي تمكن رواد المكتبة من الإطلاع على المخطوطات وأمهات الكتب عن طريق الأقراص المضغوطة وذلك مواكبة للخدمات السريعة التي تقدمها للمستفيدين كسبا للوقت في الوصول إلى ما يحتاجونه تم تخصيص وحدة مستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة فجلبت الرئاسة فيها المصاحف والدوريات بلغة برايل للمكفوفين ومجموعة من الأشرط المسموعة متنوعة بالعلوم والفنون المختلفة التي تخدم اهتمامات المستفيدين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والعربي التي تزخر المكتبة كل عام بوفودهم وزيارتهم تمتاز مكتبة الحرم المكي الشريف عن غيرها من المكتبات الإسلامية أنها تضم خمسة عشر قسما تعمل على تأمين احتياجات المستفيدين والزوار فهناك من يهتم باستقبالهم على اختلاف مستوياتهم وأجناسهم ويساعدهم على استخراج المصادر والمراجع بطريقة أسهل وأسرع لا تألو الرئاسة جهدا في رفع سقف الاستفادة من المنشآت التابعة لها ولا سيما منابر العلم التي يقصدها أبناء الإسلام حاملين منها أعظم العلوم وأشرفها وأجلها إنها علوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة عاش في كنف جده الذي غرس فيه حلم المنادات على خير أعمال الدنيا والآخرة أحب الأذان وأهله منذ نعومة أظافره راح يتغنى به في كل مكان أقام شعرته في عدد من المساجد داخل وخارج البلد الأمين عشق إذا حل في القلب سابت له الجوارح في خشوع وخضوع الشيخ عماد بقري في التقرير التالي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر تلقيت مراحل الدراسية في مكة المكرمة أحمل شهارة بكروليوس من جامعة أم القرى علوم اجتماعية بداية تعلق بالأدان كان منذ الصغر كان جدي رحمة الله عليه أبو والدتي كان مؤذنا في جامع وكنت بعض الأحيان أرافقه للمسجد وكنت نوب عنه بالأدان فكانت تعلق بالأدان منذ ذلك الفترة والحمد لله بدأت أدن في المدارس في جوامع عدة الحمد لله وتعلق بالأدان منذ ذلك الفترة الحمد لله والشكر أدنت في عدة مساجد داخل السعودية وخارج السعودية اتشرفت الحمد لله بالأدان في مسجد قوبا بالمدينة المنورة كما لازمت الشيخ فاروق حضراوي بالملازمة بالأدان في مسجد فقيوي وجامع الخيف ومسجد نميرة ومشعر عرفات ومن حبي والتأثري بالشيخ فاروق حضراوي أداني له تأثير من أدان الشيخ فاروق حضراوي الله يشكي صلاح الشعور لا يوصف كانت أمنية أن أدن في المسجد الحرام عندما تلقي الخبر بموافقة معالي الرئيس العام الشؤون المسجد الحرام والمسجد النبي الشيخ عبد الرحمن السديس واستدعائي بالأدان كان الشعور لا يوصف بسبب رهبة المكان ورهبة الموقف طبعا كان في رفقتي في أول أدان لي كان في شهر شعبان يوم 29 1436 كان فرض المغرب وكان برفقتي الشيخين الشيخ محمد سراج معروف رحمة الله عليه والشيخ محمد شاكر حفظه الله الإحساس أنت لما تجد وتواجه الكعبة المشرفة ما يكون بالك مع الكاميرا أو مع شيء رهبة المكان ورهبة الموقف ومنظر الكعبة يصرف عنك لأن توجهك على الكاميرات تم موافقة معالي وزيرة الشؤون الإسلامية بتكليفي مؤذنة بالمشعر العرفات خلف الشيخ فاروق حضر رابع شفاه الله الحمد لله كان في دعم من مدرسين كانوا في المدرسة كنت لما أرفع الأدان في المدرسة كانوا كثيراً مدرسين يدعموني حتى زملائي في المدرسة وفي العمل أو أخواني كانوا دائماً يدعموني وسجعوا فيي غريلة الأدان في الحرم فضل الأدان كما ورد في الحديث الشريفة عن فضل الأدان والمؤدن المؤدن أطوله على ناقل يوم القيامة ويشهد لكل ما من حجر أو شجر أو إنس أو جان يشفع اليوم القيامة وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمد الله على هذا الفضل أن ربنا أكرمنا وبلغنا بالأدان في هذا المكان الشريف الله أكبر لا إله إلا الله لقاء جميل وراع مشاهدين الكرام من الشيخ أعماد بقري والأجمل وفاءه لشيخه حتى أن بصمة الأستاذ واضحة في التلميذ التقرير التالي مشاهدين الكرام عن الكثير من الفعاليات التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتصبح بذلك مركزاً لبث كل ما يخدم الفرد المسلم وما يقوم على إثراء الجانب العلمي لديه وللدورات البحثية والعلمية نصيب وافر من هذا البث وآخر الدورات التي أقيمت تمحورت حول فنون وأسرار البحث في المكتب الشاملة نتابع وياكم أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكتبة الحرام المكي الشريف دورة تدريبية عنوانها فنون وأسرار البحث في المكتبة الشاملة وفنون البحث والفهرسة الآلية في البحوث العلمية والتي تهدف إلى إثراء الجانب البحثي لدى منسوبي كلية الحرام المكي الشريف وطلاب الدراسات العليا بجامعة أم القرى ليتمتع الباحث والمطلع بالفنون اللازمة في بحثه وفهرسته الآلية في البحوث العلمية أهداف الدورة هذه التي قيمت في مكتبة الحرم لمجموعة من الباحثين في الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه هو حاطتهم بطرق البحث في المكتبة الشاملة وأسرارها التي تخفى على كثير منهم بطرق متنوعة سواء كان بحث النصوص في التعليقات في التفسير في المؤلفين في الكتب لا شك أن هذه الدورة هي باكورة لما بعدها وهي تأسيس وأيضا تفعيل لجزء من الشراكات التي وجه بها معالي الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله خاصة مع جامعة أم القرى وكثير من الحضور اليوم هم من طلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى خاصة في كلية الشريعة وأيضا هي افتتاح لدورات إن شاء الله مخطط لها لعام 1438 وأبا كورا كما ذكرت لكم سابقا قام بتقديم الدورة فضيلة الشيخ دكتور سعود العقيل الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود والذي شرح فيها طريقة البحث في المكتبة الشاملة مع تعريف بهذه المكتبة وهي مكتبة إلكترونية تحوي كما هائلا من الكتب الإسلامية القديمة والجديدة تتعلق بالبحوث العلمية والتي يستعملها المحققون والباحثون في جمع المعلومات من شتى المجالات وحقيقة اختبطنا جدا بهذه الدورة اجتماع الإخوة الباحثين وهم طلاب الدراسات العليا لدينا بالجامعة وتم الاتفاق على عقد هذه الدورة والحمد لله نرى أنها انطباع الإخوة والباحثين أن استفادتهم قصوى منها وما زلنا نطمع في المزيد من الدكتورين بصراحة أنا كنت مشتاق جدا لمعرفة هذه الدورة ومعرفة المكتبة الشاملة تحديدا وهذا الجانب أحتاجه حاجة جدا لكتابة بحثي الذي أنا فيه وهو مرحلة الماجستير فأسأل الله ينفع بالجميع ويسددنا ويعيننا في فهم هذه الدورة الرائعة والدورة مفيدة جدا لطلاب الدراسات العليا يعني أحيانا الطالب يبحث في مسألة يمكن تأخذ منه أسبوع لكن هنا مش الله يقدر يبحثها إذا تمكن في الدورة هذه ممكن يبحث عن المسألة هذه في لحظات نجم العطاء يلمع نوره عاليا يمد العقول بنبراس العلم كل رسائل الشكر والعرفان إن طرحت ما وصفت سواكن القلب من الوفاء بما يقدم هذا هو حال كل مستفيد من الخدمات التي تقوم عليها الرئاسة وتترك أثرا بالغا فيه أما في تقريرنا التالي نرصد لكم المزيد عن أخبار مكتبة المسجد الحرام وعن الحضارة التي تسكم في رفوفهما ونثري بها الجانب المعرفي لدينا ولديكم وأن لنا أن لا نغترف من آبار حضارتنا التي تمثل هويتنا وتنقر رسالتنا المؤصلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكتبة المسجد الحرام مكتبة المسجد الحرام ليست ككل المكتبات فهي على بعد أمتار قليلة من قبلة الدنيا الكعبة المشرفة افتتحت يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر الرجب لعام ألف واربعمائة واربعة وثلاثين للهجرة وتقع مكتبة المسجد الحرام بالدور الثاني من توسعة الملك فهد رحمه الله حيث تبلغ مساحة المكتبة أكثر من ألف متر يبلغ عدد الموظفين اثنين وعشرين موظف يكون العمل في المواسم على مدار أربعة وعشرين ساعة يوميا مقسمة إلى ثلاث ورديات يبلغ عدد الزائرين سبعمائة زائر يوميا في المواسم أقسام المكتبة قسم المطالعة قسم الكتب بلغات غير عربية قسم المكتبة الصوتية قسم المكتبة الإلكترونية قسم الاحتياجات الخاصة قسم الإهداءات والعلاقات يبلغ عدد العناوين خمسة عشر ألف عنوان من أمهات الكتب ثلاثون ألف كتاب رقمي عدد ثمانية أجهزة لنسخ الكتب الرقمية والصوتية عدد ثلاثة أجهزة لتصوير الكتب اليدوية عدد ثلاثة أجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة جهازي فهرسة وتصنيف للكتب عدد عشرين جهاز بحث ذاتي في جنبات المسجد الحرام تقدم الكثير من فنون العلم الشرعي فتفسير آيات القرآن الكريم مكرمة وغيقه الدين وتفاصيله منزلة وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ملهمة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي له نصيب من هذه الدروس التي تسخر بكثير من المستفيدين تقريرنا التالي عن دروس من دروس فضيلته في المسجد الحرام نتابع الدروس العلمية في الحرم المكي الشريف من الجزئيات التي توليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اهتماما بالغا فموارد العلم الشرعي التأصيلي بين تفسير القرآن وفقه الدين وحديث خير البرية من المجالات التي يرتفع صوتها في الحرم المكي الشريف والتي تحدث صدا يبلغ مداه القاصي والداني قوله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار جاءت هذه الآية بعدما ذكر الله عز وجل عددا من الآلاء في خلق السماء وخلق الأرض والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبا ثم امتن تبارك وتعالى على الإنسان بخلقه فخلق الإنسان آية من آيات الله عز وجل ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ألقى درسه الأسبوعي والذي يتجلى في تفسير القرآن الكريم فبدأ معاليه الدرس بتفسير آيات من سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وحظي اللقاء بإقبال شديد عليه فلا يخفى سرا أن المادة التي يقدمها معالي الدكتور هي مادة مليئة بالثمار لا يردها أحد إلا ويخرج بفائدتها ذكر سبحانه نعمة أخرى وهي نعمة البحر والبحر نعمة من نعم الله عز وجل فقد سخره الله سبحانه لبني الإنسان وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا تستخرج منه حلية تلبسونها فالبحر بحر وبحار وبحران كذلك البحر جنس البحر كل ما فيه ماء فهو بحر يعني الأرض تنقسم إلى يابسة وإلى ماء فالماء هو ما يتعلق بعالم البحار وهو عالم عظيم فيه من الآيات ما لا يخفى على كل متأمن من جماليات ما يختتم به مثل هذه الدروس هي كلمة الشكر التي تخرج من أفئدة العاملين عليها والمستفيدين منها لا سيما إذا خرجت لرجل يبذل من وقته وجهده الكثير والكثير لكي يرقى بكل ما يتعلق بالحرمين الشريفين من خدمات جليلة يستفيد منها الجميع مشاهدنا العزيز من مواقع التواصل الاجتماعي التي طرحت في عالم التواصل الحديث السناب شات كلنا نعرف السناب شات وهو البرنامج الذي يتناول المقاطع المرئية بمدة محددة لا تزيد عن عشر ثواني والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لم تترك منبرا لإيصال رسالتها من خلاله إلا واعتلت فأصبحت من الجهات الفعالة على موقع السناب شات في التقرير التالي المزيد نتابع بضغطة زر واحدة يستطيع ألف المسلمين أن يشاهدوا ما يدور في زوايا الحرم المكي الشريف فالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تولي مواقع التواصل الاجتماعي اهتماما ملحوظة فتخصص من شبابها من يقوم على نقل ما يحدث في الحرم أولا بأول عن طريق موقع سناب شات الذي يمكن المتابعين من مشاهدة ما يدور حول الكعبة المشرفة من طواف وصلاة ودعاء نحن نصور في السناب شات كل ما يخدم الحاج والمعتمر وقصدي بيت الله الحرام من دروس ومواقع الشادية وأشياء تخدم الحاج والزاير وكذلك قصدي بيت الله الحرام والله ردود جدا جميلة طبعا حنا في السناب شات نحاول قد ما نقدر من التنوية ما يكون في شيء متكرر ما يكون في شيء ممل يصل عدد مشاهدات ما ينشر على تطبيق سناب شات الذي تم إنشاؤه في غرة شهر رمضان لعام 1437 للهجرة إلى 3000 مشاهدة كما يتم عبره الإجابة عن أي استفسارات أو ملاحظات تخص الحرم المكي الشريف التي تأتي من المتابعين بهدف إثراء الجانب المعلوماتي عما يدور حول الكعبة المشرفة من سناب شات يتابع المسلمون الحركة في المسعى وحول الكعبة الشريفة فيتسنى لهم المجيء في الأوقات التي يخلو فيها الحرم من اقتضاض المسلمين وكذلك يرجع البعض الآخر المجيء إلى وقت آخر لوجود أفواج من المسلمين داخل المسجد الحرام وبهذا يؤتي سناب شات أكله في إطلاع المسلمين على كل ما يدور في أقدس بقاع الأرض حينما يفقد أحد الحجاج والمعتمرين والزوار شيئا في زوايا البقاع الطاهرة ومشاهدين الكرام يكون سهلا عليه الوصول إليها فالخدمات المتنوعة التي توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كثيرة ومن ضمنها تطبيق المقصد الذي يتم من خلاله الوصول إلى هذه المفقودات عناية منها بأحوال ضيوف الرحمن وما يصطحبونه من أشياء أهمة تكون عونا لهم في رحلتهم إلى رضوان ربهم إلى هذا المقطع المرئي الذي نوافيكم به من قناة الرئاسة العامة على موقعها اليوتيوب نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي كل حلقة من حلقات برنامج مباركة مشاهدين الكرام نأتي لكم بالكثير من الجوانب التي تسكن المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى مداد حلقات هذا البرنامج نأمل أن نوافيكم بتغطيات كاملة وشاملة لكل ما يحدث في الحرمين الشريفين وفعاليات تجسد العمل الدؤوب للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرها من الفقرات التي تثر المجلة التي نطرحها بين أيديكم وفي الأسبوع القادم وفي ذات الوقت نطل على حضراتكم بحلقة جديدة بإذن الله إلى ذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين